وننتقل مباشرة مع كل سادة المشاهدين اللي بتابعونا عبر صباح الشروق ونمشي بكاميرتنا لوحدة من ولاية السودان المختلفة أول مدن المحببة المناطق الجميلة اللي ممكن أنت في السودان تكون سافرت ومشيت في أماكن غد تكون ما مشيت وما شفتها إذا أنت شفت خشم القربة بتكون عارف إنه خشم القربة مدينة مختلفة في الجمال جمعت لنا ما بين حضارة المدن وبدأ وتريف لكن اللي بتجد في خشم القربة من ارتياح نفسي ومن طبيعة خلابة ومن إنسان جميل غد ما تلقاه في أي مكان وأنا ما أبحر أكثر لكن هخلي كاميرا الشروقية تنقلنا مباشرة إلى خشم القربة ونرجع نستكمل مدينة خشم القربة مدينة تجمع بين حضارة المدينة وبدأوة الريف استمدت المدينة اسمها المكون من مقطعين حسب إحدى الروايات من تكوين المنطقة عند مخرج نهر عضارة من المدينة وشبيه بخشم القربة وخشم تعني فلاية السودانية الفم والقربة بعون يصنع من جلد الماعز لحمل ونقل الماء عند أهل الريف كانت مدينة الجربة تخضع لحكم نظارة الشكرية والتي كانت تمتد حتى مدينة رفاعة في ولاية الجزيرة حاليا وكان على راس النظارة الشيخ عوض الكريم أبو سن والذي عرفا بالحكمة والعدل بين الناس وفي حل المشاكل والقضايا التي تنشأ بين القبائل والمناطق بالرأي السديد دون اللجوء للمحاكم بينها وكان أبو سن شديد الاحتكاك مع الغزاة أيام الحكم الإنجليزي ولا يخشى قول الحق مهما كانت نتائجه ولم يسبق لأي حاكم إنجليزي بالمنطقة أن رد حكما صادرا منه لقوة شخصيته ولمكانته بين الناس عشرت قبيلة الشكرية بمدينة الجربة بعد قبائل المنطقة وأشهرها اللحويين والبوادرة وكان لطابع المدينة التي تكسوها ملامح الريف أن تميزت بحلو معشر أهلها وبتمسكها بالعادات والتقاليد السودانية القائمة على التعايش الاجتماعي والأسري بين سكانها وكان لعائلة أبو سن الشهيرة دور كبير في التعليم بالمنطقة ابتداء من التعليم الديني بالخلاوي مرورا بالتعليم الأهلي والحكومي ورغم أن العادات والتقاليد أقعدت التعليم في منتصف القرن الماضي بالمنطقة إلا أنه تطورا بمرور زمن وأصبح منتشرا في كل بقاعها سكان هذه المدينة كانوا يعيشون حياة طابعها المظهر البدوي ويمتهنون حرفتها الرأي والزراعة ولكن بإنشاء خزان خشم القربة في ستينات القرن الماضي بدأت المنطقة تدب فيها الحياة بشكل كبير وشهدت استغرار ونهضة ملموسة وظهرت آثار الخزان على المدينة في شكلها الحضري وفي بناياتها التي شهدت من قبل بالمواد التقليدية تحتضن مدينة القربة أشهر المواقع السياحية بولاية كسلا بحيث يشكل منتجع الرميل السياحي الواقع على بحيرة الخزان متنفسا لسكان المدينة وما ياورها من مدن الولاية والولايات الأخرى كما يوجد بها منتجع صفصاف الواقع عند مخرج نهر عضبرة من المدينة هذه هي مدينة القربة بتكويناتها الإثنية والقبلية المتعددة بجمال طبيعتها في الرميلة والصفصاف ببساطة أهلها وحفاوتهم بهدوئها وحيائها الذي لم تغيره أمواج الحياة المعاصرة اشتركوا في القناة